أنا عايز أتوقف عند واحد أنا مقتنع بيه ومقتنع ممكن أن تقول لك الكلام ده من الزمان بالعكس أنا شايفه من ناحية القدرات وتنوع المهارة لعيب حيبالوه طعم خاص وإذا أراد أن يكون لعب كبير سيكون لعب كبير بس يشتغل أو يفكر بالطريقة اللي أرجو أن يفكر بيها هو لو إيد دا وإدنه إن أنا اللعيب اللي ما يعودش أنا اللعيب اللي عبقاري أنا اللعيب اللي هو يستحق فلان يعود لي وفلان يعود لي لا أنا بقول لك عيبها مشروع لاعب عنده مشاكل لو هو عارف إن المسألة معاه بحب التوقعات ممكن ما تفيدوش لأن برضو أنت بعد شوية هتاخدو من مرحلة اللعب البروميسنج الواعد إلى اللعيب اللي لازم يديني التوقعات فالمسألة مسألة اشتغل على نفسك اسمع الكلام تاكتكيا ووظف مهاراتك بالطريقة اللي تفيد فريقك واعرف إنك في فريق كبير بتتنافس مع لعيبك كبير إذا عملت الكلام ده معلم حتوبة لعيب كبير قوي مش ضروري مش ضروري تبقى نمبر وان النهاردة لكن عندك الفرصة تبقى لعيب كويس بطعم مختلف مش عايزة أقول لك يعني أكتر من كده عشان ما تطلعش فيه ممتعش فيه